لو أنت من محبي النباتات العصرية لو أنت من المحبي للنباتات المزهرة والنباتات الداخلية والخارجية ولو بتحب النباتات أو لو مبتدأ فيها الزراعة لو بتعاني من مشاكل فيها النباتات أو بتسافر كتير أو بتترك النباتات لفترة طويلة فإليك مجموعة من النباتات اخترتها لكم مجموعة عصرية من النباتات منها المزهر ومنها الغير مزهر وهذه النباتات تتحمل العطش تتحمل الظروف الجوية ممكن تزرحها داخل المنزل أو خارج المنزل فتابع معنا الفيديو إن شاء الله بتستفاد كتير تابع معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين لكل محبي النباتات العصرية والنباتات التي تتحمل قسوة المناخ تتحمل الظروف الجوية إليكم بعض مجموعة من النباتات العصرية لتنال أجابكم بإذن الله تعالى منها طبعا المزهر مثل زيل الفارق كما ترون نبتة عصرية من النباتات الرائعة جدا بتزرع في الأصص وتزرع أيضا في الحديقة وطريقة اكثرها طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة كما نلاحظ وهذه الأزهار تزهر في فصل الربيع وكما نرى أزهار بكثافة وطريقة الاكثار طريقة سهلة تتكاثر بالأجزاء أو بالبزور لكن أسهل طريقة لإكثار هذه النبتة كل ما عليك أنك أنت بتاخد أي جزء من النبتة كما ترون وبتضعه في تربة خفيفة جيدة الصرف في الصيص صغير وبفضل الله تعالى سوف تزهر وسوف تكون بعملية التجذير يعني في خلال أيام قليلة بإذن الله تعالى كل ما عليك هذا الجزء بتقدر تاخده وتزرعه في البطمس أو أي تربة خفيفة في أوار أو الصيص صغير أو في أي وعاء ولكن يكون به فتحات تصريف حتى لا تتعفن النبتة لأن هذه النبتات الأسرية كما نعلم يعني عدوها الرئيسي هو الماء فهي لا تحب الماء كثيرا كما نرى في خلال أيام بسيطة جدا تكون الجزور وتتكون النمو الخضري وهذه النبتة سهلة العناية وسهلة الاكثار فهي لا تحتاج إلى عناية كثيرا وتتحمل العطش وتتحمل الظروف الجوية وتتحمل الشمس القوية وتتحمل أيضا هي تزرع في الإضاءة السطيع أما النبتة الأخرى وهي نبتة الشفيريا وهي نبتة من النبتات العصرية المزهرة أيضا كما ترون أزهار جميلة ورائعة وطريقة اكثارها طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة هي تتكاثر بالبزور وتتكاثر بالأوراق وتتكاثر بالخلفات فهي كلها طرق لإكثار هذه النبتة فهي أيضا من النبتات العصرية فلا تحب الماء الكثير هذه النبتات التي اخترناها لكم هي كلها نبتات عصرية فنبتات عصرية يعني لا تحب كثيرا من الماء لأن بطبيعتها تخزن الماء في أوراقها وسيقانها طبعا هاي النبتة سهلة العناية وسهلة الاكثار وكل هاي النبتات يعني تسمد بسماد إن بكيه مرة في الشاه حتى تستمر في العطاء وتستمر في النضج وتكون تعطي الشكل الزاهي والأوراق الخضراء وأيضا لا تروى إلا بعد جفاف سطح التربة دائما نحافظ على الرأي بانتظام أما النبتة الثالثة وهي نبتة سانسفيريا أو جلد النمر كما ترون هي نبتة من أروع وأجمل النبتات لها شعبية كثيرة هي نبتة داخلية وخارجية أيضا تزرع في داخل المنزل أو تزرع في الخارج ولكن هي من النبتات تحب الإضاءة ولكن الإضاءة المتوسطة أو الإضاءة الصاطعة فهي من النبتات الجميلة جدا ولا تحتاج أيضا إلى عناية كثيرة فتكلمنا عنها في القناة في فيديو سابق يعني لمن يريد أن يتعرف عليها أكثر كل هاي النبتات تكلمنا عنها طريقة اكثراء طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة هي التكاثر بالأوراق والتكاثر بالخلفات أو التقسيم فهي النبتة من أروع وأجمل النبتات اللي ممكن تكتنيها عندك في المنزل أو في الحديق أما النبتة الأخرى وهي نبتة الكوروسول طبعا هي من النبتات العصارية المزهرة والجميلة أيضا تتحمل الشمس أشعة الشمس تزرع في أشعة الشمس أو تزرع في المناطق ساطعة الإضاءة فهي تحب الإضاءة الساطعة أو تعيش أيضا في الإضاءة المتوسطة تنمو بشكل جيد في الإضاءة الساطعة بعيدا عن أشعة الشمس ولكن حينما توضع فيها الشمس تكون تأخذ اللون الأحمر حول حواف الأوراق كما نلاحظ هذه النبتة طبعا مزروعة فيها الشمس أما إذا كانت في إضاءة ساطعة بعيدا عن أشعة الشمس فتكون باللون الأغب أما النبتة الأخرى وهي تتكاثر أيضا بالعقل تتكاثر بالأوراق أما النبتة الأخرى وهي نبتة الأيونيوم نبتة الأيونيوم أيضا من النباتات العصرية الجميلة جدا المزيرة تزرع في الحديقة أو تزرع في الأصص وأيضا تتكاثر بالبزور تتكاثر بالأوراق تتكاثر بالعقل وهي نبتة سهلة العناية وسهلة الإكثار أيضا وهي من النبتات المميزة جدا أوراقها لحمية كما ترون تحتفظ بالمياه تزرع في على يعني على مجموعات أو تزرع منفردة في الأسس أو تزرع مباشرة في الحديق طبعا تزرع في الإضاءة السطيع بتعطي اللون الأخضر أما إذا كانت في الشمس كما ترون بتعطيك اللون الأحمر كما ترون وهي أبراكها كشكل وردة كما نلاحظ وهي من أجمل وأروع أيضا النباتات فلا تحتاج إلى عناية كثيرة وتسمد أيضا بسماد مبكي مرة في الشه وتتكاثر بالأوراك تتكاثر بالعكل تتكاثر أيضا بالبزور وتكلمنا أيضا عنها في القناة لمن أراد أن يعرف أكثر عنها فهي موجودة بالقناة ولكن هذا الفيديو يعني اخترنا اخترنا مجموعة من النباتات الأسرية لمبتدئين الزراعة أو لمن يحب النباتات الأسرية أو لمن يحب اكتناء النباتات الأسرية المظهرة والغير مظهرة فهي يعني نعطي نبزة بسيطة على كل أو على مجموعة من النباتات لمن يحب الزراعة أو لمن يبدأ فيها الزراعة فعليك اختيار هاي النباتات فلا تفشل عندك إن شاء الله أبدا هاي النبتات أما النبتة الأخرى فهي نبتة للوفيريا وهي نبتة محبوبة الجماهير وهي نبتة أيضا من النبتات الطبية المعروفة التي لها استخداماتها المتعددة وتكلمنا عنها أيضا في القناة تتكاثر بالخلفات وتتكاثر بالتكسيم كما نلاحظ هي نبتة من النبتات الجميلة جدا تزرع داخل المنزل أو في الحديقة مباشرة ولكن يفضل أن لا تزرع في تحت شعة الشمس المباشرة ولكن تحب الإضاءة السطعة تعيش وتنتعش أكثر في الإضاءة السطعة في داخل المنزل أو حتى خارج المنزل في الحديقة أما النبتة الأخرى وهي الأخيرة معنا وهي نبتة قطر الندى قطر الندى أو حي علم هي من النبتات الزاحفة العصارية نبتات تستخدم في غطاء التربة للحفاظ على رطوبة التربة وتستخدم أيضا في الأحواد وتستخدم وتزرع في الأصص وتزرع في الحديقة كما نلاحظ كغطاء للتربة والحفاظ على الرطوبة وهي نبتة جميلة جدا سهلة العناية وسهلة الإكثار فهي تتكاثر بالمزور وتتكاثر أيضا بالأوراق وتتكاثر بالعقل أو أي جزء من النبتة تقدر تأخذه وتزرعه في أي مكان في التربة ويشترط طبعا تربة خفيفة جيدة الصرف وأتمنى أن أكون قدمت لكم مجموعة من النبتات أتمنى أن تنال إجابكم فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته